اشتركوا في القناة انه ديروا بالكم من يوم الاحد هذا يوم نحس لانه ثمانية ثمانية وهذا بدل على زحل وزحل مضاعف فالطاقة زحل بتكون كبيرة وزحل بتراجع ومش عارف ايش ومن هالكلام اللي كله غلط زمان ما قصفناش جبهات فطبعا خلينا نشوف احنا نحلل ونشوف ايش الموضوع وكيف بتنعرف هاي الاشياء عشان انتو تعرفوا تربطوها وتستخدموها بدون ما تسمعوا حدا وبدون ما ترجعوا لحد وبدون ما بطريقة بسيطة سهلة يعني الكل بتعلمها بسهولة يعني مش بحاجة لألف درس او درسين او ثلاثي هي معلومات لا تتجاوز مدتها يعني خمس دقائق مع تعليق مع شوي الضحك ومسخرة وشغلات زي هيك اول اشي طبقوا 2021 وين راحت طيب نيجي منقول اول اشي قلينا ناخد 2021 2021 يعني واحد زائد اثنين زائد اثنين هاي الارقام اللي موجودة بتطلع عنا خمسة هاي خمسة حطناها على الجنب ماشي لها علاقة بعطارد طيب نيجي على ثمانية وثمانية ثمانية وثمانية قديش؟ هاي ستعش ستة وواحد قديش؟ عشان نحولها لعشرية وحدة ثمانية وثمانية ستعش بطلع عنا ستة وواحد طيب ستة وواحد يديش؟ هاي سبعة هاي سبعة حطناها على جنب صار عنا خمسة على جنب وسبعة على جنب بنجمعهم مع بعض ماشي؟ طيب هاي سبعة وخمسة قديش مع بعض؟ بدهم يطلعوا اثناش ماشي؟ طيب اثناش هذولا يعني اثنين وواحد بنرجع ونجمعهم اثنين زائد واحد بطلع ثلاثة وحكينا في الحلقات الماضية ورقم ثلاثة له علاقة بالمشتري واو معناته مالوش علاقة بزحل وين زحل في الموضوع؟ احنا بناخد التاريخ كامل ما بناخد اليوم شو رقمه؟ ماشي؟ هاي طلع عنا المشتري معناته هاي يوم سعد طيب بناخد القمر الآن عشان تشوف يعني القمر في اي منزلة بما انه في الاسد هسا هو في اي منزلة ايه؟ هو رح يكون اغلب اليوم في منزلة الزبرة ومنزلة الزبرة هاي للربح والحرية والصلاح والاصلاح يعني منتاز برضو طيب كمان شو في عنا اليوم رح ينولد القمر هلال في زاوية اقتران بين الشمس وبين القمر يعني في زاوية ايجابية بين النيرين يعني في عنا برضو زاوية ولادة هلال يعني بداية اعمال تقدروا تبدو فيها بتطلع نتيجتها بعد اسبوعين معناته برضو ايجابي معناته هذا يوم سعد ما له علاقة بالنحوسة نهائيا وما تاخدوا بكل الكلام اللي انتو بتسمعوا لانه هادولا جماعة كيف اللي بده يعني بده يركب تحليله على اشياء لها علاقة عشان يطلع هو صح خلاص بلاش 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 والله حرام حرام يعني حرام اكثر من هيك فقسة واكثر من هيك كسفة يعني حرام اني اكمل صاح؟ يعني بتأيدوني خلاص بكفي؟ يعني ما في داعي اعلق اكثر من هيك كده لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة الخير من عيده من كرر مش كل شيء بتسمعوا تاخذوا فيه والله والله معظم اللي موجودين على القنوات وحتى عندهم متابعين وبمئات الالوف اللي بتابعوهم والله لا يستحق المتابعة والله العظيم لا يستحق المتابعة والله بيضلوا لكو والله اللي بقولوه هذا ما له علاقة بعلم الفلك هذا كله عبارة عن اشي خلط في خلط في دس في تجميع في سرقة في اشياء عشان تطلع هاي النتائج فتوخدوش في كل الحكي خلينا نروح على توقعاتنا اليوم بلاش بكفي هاي خمس دقايق بكفيهم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد ثماني اه القمر اليوم موجود في منزل الان موعد بث الحلقة هو موجود في منزلة الجبهة وهي حكينا للصلح والاتفاق اتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و37 دقيقة مساء من مساء هذه الليلة بتوقيت جرينيش اللي هو مساء يوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي حكينا للربح والحرية والصلاح والإصلاح بما ان القمر موجود في برج الأسد معناته اليوم بدنا ناخذ من صفات برج الأسد ها عشان هيك بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تكون عندنا هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون الساعة واحدة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقية اللي بتتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 11 وأربع دقائق ظهرا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض بشكل سلبي أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر والشمس وهي بالدل على ولادة الهلال وهاي رح تكون الساعة واحدة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا في هاي الزاوية إذا حد عنده مشروع أو فكرة أو حابب أنه يقدم على شيء يحصد ثماره عند اكتمال القمر اللي هو بعد أسبوعين بيقدر يبدأ اليوم فيها إيش ما كانت الموضوع أو إيش ما كان المشروع أو إيش ما كان الخطوة اللي بده يعملها عادة اللي بيبدأ في خطوة عند ولاة الهلال عادة بيجي الرد عند اكتمال القمر يعني يا رد إيجابي يا رد سلبي ولكن يحسم الأمر في هذا الموضوع وغالبا عند البداية في هيك نقطة بيكون الرد إيجابي أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر موجود في برج الأسد خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين اللي هو تسعة ثمانية بيبدأ في تمام الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة يعني ثنتين وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اللي هو الهلال الجديد طبعا اليوم هو تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بيصبح ثلاثين يوم وزي ما حكينا عند ولاة الهلال اللي هي ولاة الهلال اللي بتتم في ساعات ما بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني لساعات المساء بيبدأ ولاة الهلال القمر ومندخل في اليوم الأول ولكن بعد منتصف الليل نسبة الإضاءة هي صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية اليوم سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في الأسد حتى يوم تسعة ثمانية هو الآن منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح الباكر بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الأسد حتى يوم احداش ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ستة عشر ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمس وعشرين تسعة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم ثمنتاش عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم احداش عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في الأسد يعني البيت الخامس لإلكم يعني بمعنى آخر أنه اليوم هذا يوم مميز جدا بالنسبة لإلكم بتشتد رغبتكم اليوم في تقرب من أحبائكم وقضى وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد فيها إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك البهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بأي شيء الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة لقاء الأحبة تكرار المحاولة تعمل ما بينك وبين الأبناء يعني بمعنى آخر الجو على كافة الأمور العاطفية والحضوض وهي جيدة جدا برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم هذا اليوم لأن القمر موجود في البيت الرابع لإلكم فعشان هيك اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو نقاش حوار بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة لأنه أول إشي القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أهم شيء ضبط الأعصاب وتحاول أنك تحل الأمور العائلية بهدوء بدون أي توتر برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت الثالث لا إلك فعشان هيك اليوم رح تنشط بشكل كبير بالاتصالات بالتنقلات منكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة أو يحاول يغير جو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنه اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع برضو عالية جدا وباستطاعتك اليوم مناقشة الأمور الصعبة بطريقة سهلة بالنسبة لإلك تقدر تطرح أفكارك بشكل جيد وممكن تحصل على الفرصة اللي كنت تتمناها اللي بتفسر مشاعرك وتبرر مواقفك ممكن تنشط اليوم بالتنقلات والاتصالات أو الاهتمام بأمور بتتعلق بالسيارة بالتليفون بالكمبيوتر بالأشياء اللي مثل هيك برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي الآن القمر موجود في بيت المال بالنسبة لإلك بدك تحذر بس من أي خطوة مالية ما في داعي للمجازفات والمصاريف هي فترة جيدة لشراء حاجيات أو شراء بعض المقتنيات ولكن بدون تبذير ممكن تعالج اليوم استحقاق مالي أهم إشي أنك ما تتصرع بتوظيف الأموال بل حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي أنه أنت تشحن حالك بشوي الطاقة هيك وتتفائل شوي وتحاول أنك تترك السلبية تزدتها على جنب هيك وتنطلق اليوم وإن شاء الله خير برج الأسد طبعا القمر اليوم استقر بلاش يعمل زوايا وفي زوايا إيجابية صحيح أنه في بعض السلبية للزوايا ولكن اليوم رح تبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود وخصوصا كل الأشخاص اللي أجع عيد ميلادهم من موليد برج الأسد بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة طبعا كل البرج ممكن اليوم تدعموا مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج تقدم يعني ممكن تعوضوا الفترة اللي راحت عليكم اللي كان فيها بعض الركود وأهم شي أنه لازم اليوم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور تحاولوا أنك تنشطوا في بعض المسائل بتشتد عزيمتكم وبترتفع عندكم المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر إذا استغلت الفرص برج العذراء طبعا بالنسبة لموليد برج العذراء من البداية هذا مش يوم ساعدكم لأنه أول إشي هو الساعد في الموضوع أنه الكواكب جيدة اللي موجودة في بيت المتاعب ولكن إجمالا بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب هذا لحاله بيخلي التعب يسيطر عليكم أهم إشي أنك تحاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس أهم إشي أنك تترك الوسواس على جنب وتترك تفكيرك اللي ممكن يوديك لمناطق مظلمة حاذر من البدء في أي شيء جديد لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك ضاعف مجهودك ممكن تحقق كثير من الأشياء ولكن الأهم أنه مش الأمور بشكل روتيني وترك الوسواس أهم شيء برج الميزان طبعا هو يوم نقدر نحكي أنه نص نص ماشي لأنه أول إشي بيقترب القمر قاعد لبيت متاعبكم ولكن اليوم بظل فيه النشاط الاجتماعي اليوم بتنشطه اجتماعيا تلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة من أشخاص أنت تعرفهم حاول أنك ما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي شخص من الأصدقاءك الفترة هاي فيها نوع من أنواع التحالف مع الزملاء الأصدقاء الجيران أهم إشي أنه حاول أنك ما تبقى واحد يعني حاول أنك تخرج للقاء الناس أو تجامل الناس أو يعني تعمل نوع من أنواع الزيارات لأنه الوحدة في هيك يوم هي اللي بتشحنك بطاقة سلبية وبرضه ممكن أنها تضيع عليك بعض الفرص حاول أنك تحتك بالمجتمع برج العقرب بيتركز اهتمامكم اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين عنكم مع زملائكم أو بالدفاع عن سمعتكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن اليوم يدموا لعمل أو سي في أو طلب توظيف أهم شيء أنه اليوم برضو الأشخاص اللي على رأس عملهم قدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ الأجواء جيدة بتساعدكم في كثير من الأمور ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم أنكم تكونوا على قدر المسؤولية هاي فترة هي صعبة لأنه هذا بيت السمعة فعشان هيك منقولكم لا تجازفوا لا تغمروا لا تتهوروا بالفترة هاي حاول تمسك لسانك من بعض الانتقادات حتى لو شعرت بالغضب على أساس أنه ما تنحسب الأمور عليك برج القوس بتنشطوا في أمور لها علاقة اليوم بالسفر والاتصالات وخصوصا الاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنكم ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم اليوم برضو في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة جدا على المستوى العاطفي ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة حتى الطلاب اللي في الجامعات رح يبدعوا خلال هذا اليوم أو اللي بقدموا انتحانات اللي هي ما بعد الثانوية العامة برضو ممتازلة لهم الأجواء إجمالا هي لطيفة بتحيط بحياتك وهذا يعني شيء ممتاز بيعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية والفترة هاي على جميع الأصعدة هي فترة بنقدر نحكي إنها مثمرة فحاول إنك تستغلها برج الجدي بتعيدوا اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر الآن تحرك على البيت الثامن لإلكم فعشان هيك هو بركز على الأموال المشتركة الأموال اللي بكون معك شريك فيها يعني بمعنى آخر ما بتعود إليك لحالك ممكن بنك ضريبة تأمين ميراث تعويضات أي شيء من هذا القبيل الأجواء تقريبا ممتازة على المستوى المالي وبرضو اليوم هذا بفتح لك بعض الفرص لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى بدك تحذر من أي شراكة مالية جديدة لأنه بدك تدقق فيها بدك تدرسها بدك تناقشها تشوف الأشخاص اللي عندهم خبرة في هذا المجال وتحاول أنك تأخذ رأيهم ما بناسبك إطالة الخلافات بالفترة هاي أو الزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر وبرضو باستطعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو قرض أو موضوع مالي برج الدلو بترغب اليوم في تدعيم شراكاتكم القمر مقابلك تماماً هو بعطيك إيجابية على تدعيم الشراكة وعلاقتك بالشريك أو بالزوج بالزوج أو شريك المال هذا ممتاز على النقطة هاي وبرضو جيدة للمصالحات أو للتعاون وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني برضو ممكن هيك يعني توزع المهام بمعنى آخر أو تتفق على هذا الأمر ولكنه مش جيد للخلافات لأنه طاقتك بتكون ضعيفة فسهل جداً إنه أي شيء يستفزك حاول إنك ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفع التوتر ولا الجدال في هذا اليوم عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة حاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت طبعاً القمر الآن موجود في البيت السادس وعادة إحنا دايماً نذكر شو يعني البيت السادس بيت السادس إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم اتوقع إنه العمل يبدأ يتراكم عندك تدريجياً أو تكثر الأعمال الموكلة لإلك اللي بتطلب منك جهد لحلها ممكن تشتغل وقت إضافي أو ترهق حالك بالعمل أو يكون لك تعاون ما بينك وبين زملائك بالعمل حاولوا إنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك عشان ما ترهقش صحتك لأنه برضو حكينا بيت الصحة بدكوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم حاول إنك ما تسمح للواجبات بإنها تتزامن مع بعض يكون أكثر من عمل في نفس الوقت أو تتراكم الأمور حاول إنك تحلها أول بأول يعني حاول إنك تنظم وتحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات حاول إنك برضو ما تهمل وضعك الصحي خذ قصة من الراحة حاول إنك تكون هادي بدون عصبية بدون توتر إلا أجواء تقريبا بتكون جيدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر